اهلا بكم ولقاء متجدد من برنامجكم عالم الكمبيتر الحقيقة النهاردة ان شاء الله هنبدأ نتكلم على خرائط التضفق او الفلو تشارتز اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت بدايتنا كانت عن مراحل حل المشكلة وانا اتكلمت عن حاجة اسمها المشكلة البرمغية انك المشكلة اللي تنفع انها تكون ايه عندك كبرنامج اتكلمنا فيها تاني افكركم بالكلام اللي احنا اتكلمنا فيه المرة فاتت حد يفكرني كده اتكلمنا في ايه اه هتقول لها مصر احنا اتكلمنا في حاجة اسمها التحديد المشكلة انك بتحدي مشكلتك ازاي بتعمل حاجة اسمها الخورزمية الخورزمية كان لها شكل تاني اللي هو ايه خرائط التضفق اللي هي موضوع الشغل بتاعنا او الحلقة بتاعتنا النهاردة بعد كده احنا كنا وصلنا لحطة تصميم البرنامج وبعد كده باختبر البرنامج بتاعي بعد كده بدأت اقول هنا ايه ان فيه عندك حاجة اسمها الفلوت التوصيق التوصيق البرنامج بتاعي طب تعالوا نبدأ على طول نتكلم على الفلوت شارتس كلمت عنها المرة فات قلتلك انها عبارة عن تخطيط التخطيط ده بيعتمد على وجود اشكال الشغل بتاعك بتبدأ تقول ايه ايه هو اول حاجة عندنا اه بما اني بتكلم على ان انا بتكلم على تخطيط او حاجة بخطط ديها يبقى في حالة دي انا لازم هستخدم ما يسمى بالسطاندر شيفس او الاشكال القياسية اللي موجود عني اللي هما تحديدا حاجة اسمها الترمينال الترمينال اللي هي باستخدمها في البداية والنهاية اللي هو الشكل البيضاوي اللي موجود قدامنا الشكل التاني اللي موجود بعد كده عندك حاجة اسمها البروسس العمليات بتاعتك العمليات دي بتمثل على كاملات المعالجة بتمثل اي معادلة حسابية هتبدأ تكتبها هتكتبها جوه شكل المستطيل اللي موجود عندنا طب تقول لها مصر هم دول بس اللي موجودين يعني يعني الاتنين دولة هم الاشكال القياسية بتاعتنا هقول لا لا طبعا فيه تاني تعالوا نكمل ونشوف ايه اللي موجود بعد كده بعد كده عندنا الشكل اللي موجود هنا اللي هو اتزشن او اتخاذ القرار الشكل اللي كده انا باستخدمه في حالة ان انا عايز اقول مثلا عندك حاجة اسمها الياس والنو كمان فيه عندنا شكل الفلو لاينز اللي هو خط التتابع اللي موجود عندنا وفيه كمان فيه شكل مهم جدا من الاشكال اللي موجود عندنا شكل متوازل اضلاع انا باستخدمه واحد من اهم الاشكال اللي موجود عندنا على فكرة انا باستخدمه في حالة الادخال او الاخراج يبقى عندنا كام حاجة دلوقتي انا باستخدم الشكل البيضاوي عشان ابدأ اعمل ايه قالك في حالة بداية الخريطة او انتهاء الخريطة ادي واحدة طيب النقطة التانية لو قلتلك ان انا عابدتكلم على المتوازي الاضلاع الشكل بتاعه باستخدمه امتى في حالة الادخال والاخراج كمان عندي شكل مستطيل في اي عملية من عمليات الموجودة شكل معين باستخدمه في حالة ابتخاص قرار هتقول لي يعني ايه اصبره وهده كده هنبدأ نشوف كل واحدة بالتفصيل ان شاء الله بتبقى شغالة ازاي هنشوفها مع بعض طيب هتقول لي بعد كده طب ايه الخطوط اللي موجودة او الاسهم اللي موجودة قدامنا دي الاسهم دي هي عبارة عن حاجة اسمها الكوننكتورز بتوصل بيها الاشكال اللي موجودة عندنا تعالوا نبدأ على طول لو بصيت على المثال ده طبعا هو واحد من اشهر الحاجات اللي هتبدأ تشتغل بيها انك يكون معاك مثال عشان تعرف الدنيا ماشية ازاي قال هنا ارسم خريط التضفق لجمع عددين يتم ادخالهما وازهار الناتج تاني انا عايز برنامج البرنامج ده هيدخل رقمين الرقمين طبعا المسافة ده احنا اتكلمنا عنه في البداية خالص وتم كنت بتكلم على ان البرنامج واختبع البرنامج والحاجات دي كلها تعالوا نشوف الكلام ده باعتبر انه ابسط حاجة ممكن تقول ان انا عايز اعمل برمجة ان انا جمع عددين تمام هتقول لي هو الارقام كام او القيم بتاعتهم كام يعني مثلا اتنين وثلاثة خمسة وسبعة عشرة وثلاثة كده يعني مفروض عندك ارقام بتبدأ تشغل ايه طيب لو زي احنا شوفين قدامنا هو قال لك هنا لجمع عددين طب انا معرفش العددين دول والطبيعي بما ان انا معرفش العددين يبقى معرفش الناتج هتقول لي طيب اعمل ايه بقى دي بروبلم مشكلة قدامك ايه طيب ابدأ حل هتقول لي اول حاجة فاكرينها من تعالى المحاضرة اللي فاتت او من الحلقة اللي فاتت اتكلمنا فيها عن ايه عن اننا في حاجة اسمها تحديد المشكلة طب تحديد المشكلة فيها كم حاجة تلاتة اللي هم مخرجات ايه مدخلات ايه العمليات اللي انا هبدأ اشتغل عليه طيب تعالوا شوفوا اول حاجة انا معرفش الارقام افترضهم باي رموزة عندك يبقى في الحالة ديت انا بتكلم على ان الرقم الاولين هو الايه والرقم التاني هو ايه البي يبقى دول الرقمين بتوي طيب انا هفترض كمان ان السي هي المخرج بتاعه او ناتج الجمع طيب هتقول لي بعد كده طب علاقة السي نركز بقى تاني في حتادي كويس قوي علاقة السي بالA والB طب ينفع قولوا ان السي ايه والA ماينفعش طب سي ايه والB برضو ما تدينيش اللي انا عايزه يبقى عشان تشتغلها صح يبقى هتجيب السي من ناحية الشمال اخد بالك نركز كويس في الجزء دي السي ناحية الشمال معناها ان ده مكان التخزين بيساوي الA زائد الB يبقى تاني انا هاخد الA اجمع عليها الB واخزن الكلام ده فين في السي يبقى تاني انا بحدد تاني الجزء ده كده ان انا بقول ان انا معايا مدخلاتي الA والB المخرج بتاعي هو السي علاقة السي بالA والB ان السي هتساوي الA زائد الB حد فاكر داي هتقول لي ده one two three يعني خطوات متنتبة وارا بعدها اه ده بقى اللي بيسمى الخورزمية اللي هي خطوات الحل بتاعتي يبقى هنا دايما الخورزمية بتبدأ بكلمة بداية او start وبتنتهي بكلمة نهاية او ال end تمام طب في النص طب تخيلوها كده معي انا عايز اعمل برنامج يجمع رقمين الطبيعي المرحلة الاولى ان انا اقول له الكمبيوتر ادي الرقمين الكمبيوتر يجمع الرقمين عنده في الزاكرة بتاعته بعد كده روح ما طلعلك الناتج اذا انا همر على ثلاث مراحل اللي هما ال input اللي هي مدخلات يحصل process عمليات عندي يبقى دي دي الخطوة التانية بعد كده يحصل ان يكون عندي مخرجات نتيجة ال process او العملات اللي تمت يبقى لو شايفيننا قدامنا دلوقتي هتلاقي عندك حاجة اسمها بداية اللي هبدأ يبقى انا بقول ده بداية الالغوريزم او الخورزمية بتاعتي بعد كده هقول له ان بيحصل ادخال لقيمة الا وقيمة البي بعد كده طبعا انا باوصف العمليات بتاعتي جوة الخورزمية بتاعتي هقولين ان في عندك جمع اللي عددين او ب بالمعادلة اللي قالت سي بتساوي الا زائد البي بعد كده قلت ان فيه ضع للناتج الاسمه سي انا كده خلصت ان انا جمعت الرقمين طب عايز حاجة تانية شكرا كده خلص اللي ايه الجزء ايه دي يبقى اوتوماتيك بعمل نهاية يبقى حتقول طب ما هو الجزء ده انا طلعته في الجزء بتاع تحديد المشكلة اهم انا بقول اهم خطوة موجودة عندك انك تحدد مشكلتك صح ما انت لو حددت صح هتحل صح تمام طيب نركز تاني اللي حصل هنا عشان هتنقل دلوقتي للفلورت شارتز او خريط تضافق ايه اللي حصل فيه يبقى فيه بداية هدخل قيمة الا والبي بعد كده هجمع السي بتساوي الا زائد البي هي بهمل عملي الجمع يعني وهخزن طبعا الناتج في السي بعد كده بطبع قيمة السي بعد كده بعمل نهاية طيب ايه رأيكم بقى تعالوا نشوف بقى الخريطة اللي احنا ما تكلمناش عنها لغد دلوقتي الدنيا مشى فيها ازاي هتقول لي ده فيها اشكال طبعا ما احنا قلنا من شوية ان هي بتعتمد على وجود اشكال الاشكال ديت هي تاني افكركم بيهم ان في عندك start و end اللي هو ما يسمى بالترمينال اللي هو الاطراف عندك البداية والنهاية هتلاقيه من نفس الشكل بص على قدامك على الشاشة هتلاقيه قدامك ال start وال end نفس الشكل بالزبط تمام طيب بصوا كمان على الشكل التاني والقبل الاخير تمام اللي هو ال enter والoutput enter او بي ادخل قيمة او بي طب ال output c بصوا الشكل بتاعهم واحد يبقى معنا كده لو انا بعمل flow chart لازم احدد جوه شكل متوازل اضلاق انا بعمل ايه ادخال ولا اخراج لان نفس الشكل للاتنين للادخال وايه والاخراج طيب في النصر هتلاقي مين c بتساوي ايه زي دي ما هي عملية قدامنا هي في معادلة موجودة قدامك يبقى في الحالة دي هتحطها في شكل ايه المستطيل مرة تانية يبقى اللي حصل ايه ان انا عملت start دخلت وقايمة الا والبي بعد كده قلت ان السي هتساوي الا زي دي البي بعد كده عملت output للسي وبعد كده عملت ايه end طيب ناخد بنا من حتة صغيرة كده بصوا كده ايه ده ده هو اللي فات هي نفس الفكرة في الظبط عشان كده قلت بقول لكم من الحلقة اللي فاتت ان الاتنين واجهان لعملة واحدة الفلوت شارت مع الالجوريزم او الخوريزمية بتاعتك الاتنين واحد بس الفرق زي ما قولنا تاني ان في حد بيحب يخطط بطريقة مكتوبة تمام واحد اتنين ثلاثة اربعة والتاني بيحب يخطط بالشكل المرسوم اللي موجود قدامنا تلوقتي يبقى ينفع كده وينفع كده طيب في المثال اللي احنا كاننا فيه من شوية تعالوا نشوف بقى اللي احنا استنتجناه منه النقطة الاولى قال ان الفلوت شارت او الخريطة بتاعتك بتبدأ وتنتهي بنفس الرمز اللي هو الستارت والانت نفس الشكل بزبط اللي هو الشكل ايه اه اللي هو الوفل شاب او الشكل ايه المغلق الموجود عندنا اي بي سي او ده اللي هم بيمثلون المدخلات ويمثلوا كمان المخرجات الاي والبي كانت مدخلات السي كانت ايه مخرجات موجودة عندنا الاي والبي والسي التلاتة يعتبروا variables الvariables متغيرات يعني من الاخر كده بقولك ان قيمت الاي وقيمت البي وقيمت السي متغيرين يعني انا بعمل عملية حسابية فيها جمع رقمين انت ممكن تختار رقمين غير اللي انا هختارهم والطبيعي انت انت اخترت رقمين هتطلع بناتج وانا اخترت رقمين تانين هطلع ايه بناتج اذا قيمت الاي والبي متغيرة والسي كده كده هتتغير على حسب من الاي والبي يبقى السي كانت بتساوي الاي زائد البي تمام يبقى هنا ايه هو بقى تعريف المتغير قالك ان المتغير اي واحدة من التلاتة اللي هم الاي او البي او السي او غيرهم طبعا يعني ممكن اشغل بايكس واي عادي ما عندش مشكلة خالص المتغير هو مغزن في الزاكرة يحتوي على قيمة تاني مغزن في الزاكرة يحتوي على قيمة تمام وطبعا من اسمه انه متغير يعني القيمة اللي موجودة عندك في زاكرة الكمبيتر ممكن تتغير ممكن تتشال الاي ويحصل حاجة اسمها الربلاسمنت اللي هو التبديل تشيل مثلا كانت الاي باتنين بعد كده تحصل تشيل الاتنين وتحط التلاتة تشيل التلاتة وتحط اربعة تمام يبقى في حالة ديت انا بتكلم على ان الموجودة عندك القيمة بتاعته ممكن تتغير بس تاني التعريف اهو بنقول هنا انه عبارة عن مغزن في الزاكرة يحتوي على قيمة معينة نتنقل بعد كده لجزئة تانية لما قال في المعادلة ان سي هتساوي الاي زائد البي قال هنا انه جمع الاي على البي وخزن في السي هتقول لي طب ما هي سهلة ما فيش فيها حاجة لا افتكر كويس الجزئة دي مهمة جدا 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 طب ليه يعني انا ليه بقول مهم الجزئ ده كده جماعة لما بقولك انه مهم معناها ان فيه لو اختلفوا يبقى فيه مش كده هتقول لي برضو مش تاهم الاي زائد البي اللي موجود عندك كانوا موجود كانوا موجودين على يمين علامة الاكوال اللي هي التساوي تمام لان كنت تقول سي بتساوي الاي زائد البي يبقى خط ا والبي خزنتهم فين في السي تمام يبقى باخد يمين بخزن فين في الشمال طب تيجي نعكس تنفع في الرياضة ما تنفعنيش طب ليه ما تنفعنيش لان المفروض الكمبيوتر في الشهور بتاع بياخد يمين يخزن فين في الشمال هتقول للمصر طب ايه برضو يعني معناها لو انا قلبت ان الا زائد البي هتساوي السي هاخد السي هخزنه فين في الا ولا في البي ولا في الزائد ما تنفعنيش يبقى معنا كده دايما وافتكروها من دلوقتي بقولك ان دايما على شمالك لازم يكون حاجة واحدة على يمينك خط زي ما انت عايز يبقى على شمال الاقوال ليتساوي بخط فاريابل واحد او متغير واحد على يميني بحط زي ما انا عايز الدنيا مفتوحة معاك ارقام تمام متغير واحد اكتر من متغير براحتك ما عندش مشكلة يعني اقولت له مثلا اكس هتساوي تلاتة زائد اتنين زائد ايه زائد بي في مشكلة ابدا اعكسها ما تنفعنيش يبقى في الحالة دير انا باكد تاني من دلوقتي ان دايما ناحية الشمال بيكون حاجة واحدة حط ناحية البي زي ما انت عايز يبقى في المعادلة تاني اللي قال فيها بقى ان سي هتساوي الايه زائد البي معناها انا جمعت الايه على البي وخزنت بعد كده فين في المتغير اللي اسمه سي النقطة اللي بعد كده قالك بيستخدم رمز متوازي الاضلاع للتعبير عن الادخال او الاخراج زي ما قلت ان انا لو اشتغلت على الجزء دي سواء اذا كنت بعمل ادخال او اخراج لازم اوضح لان نفس الشكل شغال للاتنين يبقى لازم اوضح له انا شغال على ايه فيهم النقطة اللي بعد كده يستخدم رمز المستطيل للتعبير عن العمليات الحسابية يعني اي عملية حسابية هتخط الكلام ده جوه ايه شكل المستطيل اللي موجود عندك طب اتقول لها مصر هو بحط عملية واحدة بس جوه الريكتانجل ده انت حر يارب بتحط 15 عملية ما عنديش مشكلة طب ينفع تحطهم واحدة ورا التانية عادي برضو زي ما كنت بتقول بسا في الاول خالص انا عملت انبوت ايه وبيه جوه شكل ايه المتوازي طب ماينفعش ان انا خط اتنين ورا بعد ومتوازي برضو براحتك ما انا بقول تاني ان انا بخطط على ورق انا حر برتب خطوات الحل بتاعتي يبقى معنى الكلام ده ان انا هستخدم المستطيل للتعبير عن العمليات الحسابية بصرف النظر بقى مش عملية واحدة لا ده عمليات الدنيا مفتوحة معك طيب احنا اتكلمنا على شكل بتاع متوازي الاضلاع انا قلت بستخدمه في ادخاله واخراج كانت مكتوبة قدامي في الحل ان كلمة انتر مكتوبة طب وما فيش غيرها ماينفعش استخدم كلمات تانية غير كلمة انتر لا ده انا هقولك دلوقتي ان في كلمات تانية تنفع انها تكون مكان كلمة انتر اولهم كلمة input ادخال read اقرأ get بتحصل على حاجة تمام بالاضافة طبعا لكلمة ايه انتر عندنا كمان في عندك من الكلمات اللي تنفع عندنا كاخراج عندك كلمة output وكمان كلمة print كلمة print معناها هتطبع يبقى معناها هتخرج حاجة من الكمبيوتر تمام ايه المهم الكلمة اللي انت هتستخدمها تديك الميننج او المعنى انك هتخرج او هتدخل ايه هتدخل حاجة جوه البرنامج بتاعك الشكل اللي موجود هنا قدامنا شكل سهم الاتجاه او خط الاتجاه الموجود قدامنا دلوقتي بستخدمه عشان يوضح لي تضفق العمليات يعني من الاخر الدنيا ماشية زي طبعا زي ما شفنا ادخال حصل معالجة حصل اخراج هتلاقي شكل الاولاني التاني التالت ماشيين ورا بعض ده ماسك كل جزئية راحة فين وجاية منين طيب هتقول لي ماشي هو دايما يكون من الاعلى في اتجاه الاسفل على حسب اتجاه الشغل بتاعك ما احنا قلنا ان فيه حاجات اللي هو شكل المعين اللي كان ظهره قدامنا كان ظهره حاجتين حالة ريس وحالة ايه انه هنشوف برضو الكلام ده بيحصل ازاي لما نبدأ نشغل على الجزئية كمان هو ساعة منازل كده طب ماينفعش ان نرجع تاني فوق هينفع وهنشوف برضو الكلام ده اذا انت عندك الاربع اتجاهات بتوعك اللي هم الاب والداون تمام والريت والليفت اللي هو ده نازل تحت طالع لفوق يمين شمال بتبدأ تشغل على كل واحدة ايه منهم على حسب اتجاه العمليات او تضفق العمليات الدنيا ماشية زي جوة الفلوت شارت بتاعتك او الخريطة اللي انت بتبدأ تشغل عليه نيجي بعد كده حتة مهمة جدا جدا برضو الفلوت شارت او الخريطة اللي موجودة عندنا لها مميزات يعني يعني كان مثلا هقول ان انا عايز اعمل برنامج ما ادخل عالكمبيوتر هاتول اشتغل هقولك ان الخريطة لها تلات مميزات مهمة جدا 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 تعالوا نشوف اول نقطة قال هنا تيسير قراءة وفهم المشكلة تخير انت حد قعد بيحكيلك على انه عايز يعمل برنامج في كذا وكذا 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 وانت عمال تسمع منه هتنسى تمام اما لو حولت الشغل بتاعك لشكل سيمبولز او رموز اللي هما الا والبي والاكس والغاية والحاجات دي كلها هتبقى الدنيا سهلة جدا بالنسبة لك انك هتقدر تكتشف العلاقات اللي ما بين المتغيرات الموجودين عندك تمام يبقى هنا تاني انا بقول ان انا بيسر او سوري تيسير قراءة وفهم المشكلة وكمان بتوضح للمبارمة ما يجيب عمله لانك مرتب خطواتك صح مرتب العلاقات اللي موجودة لها العمليات بتاعتك مرتب انت عايز تطلع من العمليات ديات بايه اللي هو الاوتبوت او مخرجات انت هتبدأ تشغل عليه يبقى هنا تاني انا بقول ان من مميزات استخدامنا للخريطة انها بتيسر لي قراءة وفهم المشكلة الدنيا بتبقى اسهل كتير جدا لما يكون واضحة عندنا وتوضح للمبارمج ما يجب عمله طب النقطة التانية قالك ان هي مفيدة في شرح البرنامج الاخرين يعني انا معاي برنامج كبير معاي برنامج معقد معقد طبعا مش معناه ان ما تعملش لكن الفكرة كلها انا بتكلم على طول البرنامج ربما يكون عندي اكتر من بروجرامر او ديفولوبر شغال على البرنامج ده تمام الناس اللي شغال على البرنامج ده او عايز ينشئ برنامج فيه مواصفات معينة واحد مخصص لليه جزئي معينة والتاني تخصص لجزئي ايه تاني طيب الدنيا كلها تتجمع ازاي لو ما فيش خريطة بتوضح لي تتابع العمليات امتى العمليات ديت مثلا فلان هيشتغل على العمليات واحد واثنين وثلاثة فلان هيشتغل على اربعة وخمسة وستة فلان هيشتغل على سبعة فلان هيجمع الكلام ده في الخطوة رقم تمانية طب لو الكلام ده مش واضح تفتكروا الدنيا تبقى سهلة كده ان تتعمل طبعا صعب جدا تمام يبقى معنى الكلام ده ان واحدة تاني من مميزات الخريطة بتاعتك ان هي انك تقدر تشرح لكل واحد من الناس اللي هيشتغلوا معاك انت ايه اللي مطلوب منك بالزبط نيجي النقطة تانية مهمة قالك بتساعد خريطة التضفق في توصيق افضل تاني افكركم فكرة التوصيق نقول كنت بحدد output و input ومدخلات ومخرجات تاني واحدة فيها كنت هتلاقي فيها عندك الخوارزمية ومعاها مين الخريطة يبقى معنى كده ان الخريطة بتقول ان انت اللي خططت للبرنامج ده يبقى البرنامج ده بتاعك انت عملت فيه ايه بالزبط في الشغل بتاعه يبقى هنا قال تاني تساعد خريطة التضفق في توصيق افضل للبرنامج وخصوصا اذا كان البرنامج معقدا زي ما قلنا من شوية وشرحنا فكرة ان ايه برنامج معقد معقد يعني اكتر من حد ايه شغال على نفس البرنامج في نفس الوقت وفي حد تاني او اكتر من مجموعة من الديفولوبرز شغالين على تجميع البرنامج ده طيب نبدأ بقى في الامثلة وطبعا من دلوقتي لنهاية الفصل اولاني هتلاقي الدنيا كلها شغال عليه على ان اعايز اعمل امثلة للتعامل مع الخريطة بتاعتي او ان انا انشئ خرائط لحاجة معينة تعالوا نشوف التدريب الموجود قدامنا قال هنا ارسم خريطة التدفق لقراءة طول وعرض المستطيل ثم حساب المساحة تاني ارسم خريطة التدفق لقراءة طول وعرض المستطيل انا عايز اقرأ الطول والعرض ده تمام ثم هحسب المساحة طيب هتقول لي انا فاكرها حد فاكر تاني معي ها المساحة ايه مساحة المستطيل مين ها مش سامح حد ليه اه مساحة المستطيل يا جماعة بتساوي الطول في العرض تمام هتقول لي معلش احنا نسينا تاني احنا عايزين نعمل ايه الخريطة الخريطة ديت عشان تعملها صح ما انا قلت لك لازم تشتغلها ثلاث حاجات اللي هم على الورق اللي هم ايه بقى قالك هنا تحديدك المشكلة اه الخوارزمية ثالث نقطة عندنا اللي هي الخريطة نفسها بنترسم ازاي تعال نشوف لو انا عايز اتكلم على الطول والعرض والمساحة تاني طول وعرض ومساحة يبقى كده كان متغير ثلاثة الثلاثة انا هفطرض الطول اللي هو اللينس اللي هو ال والعرض اللي هو الويدز تمام يبقى دابليو يبقى كده معايا هفطرض انا معايا كيه ال ال والدابليو دور المدخلات وبعد كده المساحة اللي هاي الاريا تمام يبقى المساحة بتاعت الدايرة هتساوي ايه بقى يبقى معنى الكلام ده ان انا هقوله على الجزئية دي ان مدخلاتي هيكون فيها بساحة المستطيل اللي افترضت انها area مدخلاتي ال L و ال W اللي هما ال Lens و ال Winds المعالجة بتاعتك اللي هي العلاقة زي ما قلنا من شوية ان هنا لازم يكون عندك علاقة ما بين ال Input وال Output تاعتك فهتقول هنا ان ال Area هتساوي ال Lens by لل Winds تمام اللي هو ايه ال Area هتساوي الطول في العرض بدأنا نتعود على الشكل بتاع الخرزمية هيبدأ بكلمة بداية هنتهي بكلمة نهاية هبدأ اقول بقى نفس الترتيب اللي فات ادخال معالجة اخراج تاني ادخال معالجة اخراج الدنيا ماشية ازاي هدخل قيمة الطول والعرض اقول طوله هنا ادخال قيمة ال L وقيمة ال W بعد كده كده المفوض ان هما دخلوا الكمبيوتر بعد كده الكمبيوتر يقدر يحسب لك المعادلة اللي قالت ان ال Area هتساوي ال Lens في تمام يبقى هنا جمعت الطول في العرض خزنتهم فين في ال Area بعد كده اطبعلي الناتج بتاعك ال Area واخيرا طبعا انها هي بتاعتك نيجي نشوف مع بعض الخريطة تمشي ازاي قال هنا هتبدأ بكلمة Start عادي الشكل بتاعها هي وال End واحد تمام يبقى هنا تاني انا بأكد عليهم بعد كده لان مش هتكلم هقول كل مرة اللي Start وال End واحد لا خلاص يعني ايه احنا بتقول بس بدايتنا بتمشي ازاي عشان لما نبدأ نشتغل في حاجات تانية مش ديت مسلمات بنسبانا لان احنا قلنا قبل كده ان الخريطة بتاعتمد على وجود Standard Shaves او اشكال قياسية بابدأ اشتغل من خلالها فقال بعد كده يبقى هنا هدخل قيمة ال L وال W فهقول هنا Input هتقول لهم اصلا انت كتبت Enter قبل كده يبقى هنا ينفع Enter او ينفع Input اللي اتنين صح او جيت او ريد تمام يبقى بعد كده بقول ان ال Area هتساوي Lens by Width بعد كده بقول هنا Output اخرج قيمة ال Area واخيرا هكتب كلمة ايه ال End عشان انهي Float Shards وكمان انهي الحلقة بتاعينا النهاردة الى لقاء جديد ان شاء الله دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته